السلام عليكم ازايكم انا مع اخباركم ربكم بخير وكده كل السلام والطيبين النهاردة هتشوف في الريكورد اللي هنعمله النهاردة او الفيديو التعاني يعني واجب الواحدة اتمنى ونبدأ مع بعض كراعاتهم اتمنى ان تشوف كل الفيديوهات الاول قبل الحل number one not case a useful machine tool instrument has been invented تم اختراعها يبدي كلمة عليها ان اختراع يبقى invention number two to not is to find which way انك تجد ايه الطريقة او البسيلة you need to go المكان when you are traveling from one place to another يبقى الطريقة اللي انت محتاج او الوسيلة او الطريقة اللي انت محتاج لانت تتخذك او تذهب العين when you are traveling from one place عند الصفر من مكان الاخر يبقى هنا تحديد مكان او موقع يبقى navigate number three is a machine with an engine محرك او مطور that is usually to take people ينقل الناس or things from one place to another يبقى هنا vehicle number four i love i love okay traveling and new culture and meeting new people يبقى احب الصفر واستكشاف وطارف على الثقافة الجديدة يبقى هنا ممكن مثلا discovering new cultures and meeting new people discovering وطارف على exposing معنى الطارد كان ممكن اقول هنا مثلا exposing to لو كان فيه two كان ممكن اقول exposing to والطارد إلى الثقافة مختلفة او الثقافة الجديدة number five when you travel عندما تسافر إلى مكان you should learn foreign languages well يبقى الخارج أو الخارج يبقى approved اوكي approved الطالبة اوكي اللي ممكن يكون باللخبط اوكي ما بين الكلمة اوكي اوكي في عقالة سريعة كده ممكن مثلا اولاد مثلا نقول ان كلمة اوكي معناها ده طبعا ظرف يعني ايه يعني بصف على يعني مع افعال يعني يقول ايه اوكي ممكن اقول مثلا هنا ابورد معناها على متن سفينة مثلا يعني او طائرة يعني مثلا تقول مثلا هنا اوكي يعني هو صار على متن السفينة او الطائرة اوكي يبقى لاحظ ان او الظرف يأتي مع افعال اوكي اما ابورد اوكي اللي هي معناها بالخارج ده نتعرفها طبعا اللي هي outside the country خارج الدولة مثلا في هنا ابورد اللي هي بيكون معناها واسع او عريد ممكن نسجلها برضو كلمة ابورد اوكي بمعنى ابورد بمعنى واسع او عريد انا كنت شراحة الحاجات دي النوتس دي قبل كده اوكي اكتر من مرة حتى كمان قلت لك ان من الكلمات المهمة جدا ما اجا اقول واسع المعرفة او واسع الافق اقول broad minded نكتبها برضو ما فيش مشكلة نحن مش عايزة الفيديو يبقى طويل بس عشان الناس تستفيد اوكي broad minded اوكي بمعنى واسع الافق او المعرفة broad minded اوكي بس بيبقى في داش اوكي ما بين الكلمتين اوكي نكتبها برضو هي اوكي broad minded اوكي اللي هو واسع الافق او واسع اوكي المعرفة اوكي اه في كده كمان نائصنا اللي هي a board a board يدور طبعا وضحة ليها a board يعني اذا جاي معها اداة يبدأ اسم وكلمة a board اما يجي معها الاداة فهتحول الى اسم طبعا وبتقى معناها اوكي 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 يبقى ممكن نكتب كده قدامها اوكي عشان نذكر الناس بس بيها لا معنى كثيرا اوكي زي white board sub board black board sub board اوكي يبقى كده بررنا اوكي ساب اختيارنا لكلمة approved وانه يكمل يالله number 6 he likes to cycle هو بيحب ان هو cycle around town ان هو يلف بالعجلة كده حوالي مدينة as he prefers to travel on لانه بيحب ان هو يسافر on اوكي 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 عجلتين اوكي لان هنا loves اوكي cycle اوكي اللي معناها بيستخدم الدراجة فالتوويل زهن اللي مصد بيها او كناية عن البايسكال الدراجة او البايك number 7 is a software on your smart port او smart phone اسف اوكي يبقى number 8 not as good shown to find اوكي اسئلة to find out تكتشف من خلاها how much you know ما عرفتك ممكن يبقى مثلا اوكي اللي هو اختبار قصير number 9 to not is to communicate with other people تتواصل مع الاخرين online عبر الانترنت يبقى كده ممكن مثلا نتشات number 10 means information مصد بها المعلومات about how well or badly you did something اوكي اوكي بطخي مثلا اللي هو الفيدباك المهمة طبعا وجدت لك في امتحن الاول اعطاكم اوكي مسحت الكلام ده وبتنقل لي التكملة اوكي number 11 most students مفوض students مفوض السجامة هنا most students معظم الطلبة in secondary 1 في الصف الاول are familiar are familiar with يعني لديهم ضرائب familiar with they use educational tablet number 12 is an enormous electronic library مكتبة الكترونية كبيرة اوكي يبقى اكيد الانترنت طبعا اوكي طب احنا نقول internet ولا the internet طبعا اكيد انت بتقول هنا اوكي الانترنت هو مكتبة الكترونية كبيرة وبالتالي يبقى هنا تتحدث على هذا الاختراع the internet اوكي انترنت الواحدة طبعا هي صفة يعني مثلا مجقول وهنا مثلا internet banking اوكي اللي هو المعاملات او الحسابات عبر الانترنت يعني اذا الانترنت الواحدة دي صفة الاسم اللي بعضة لكن طبعا تبدول the internet اوكي يعني انت بتكلمها على الاختراع الانترنت is an enormous electronic اوكي lipper number اوكي 13 على made us for here in the club يبقى على خلانا ننتظره يبقى made us جعلنا ننتظره يبقى made us wait سيتك طبعا لازم تبقى عرف ان الفعل made هنا من افعال اللي لاي من بيه مع الفعله في المصدر اوكي number 14 eating too much lazy to اكل كثير يؤدي الى اكتساب وزن طبعا lazy to gaining طب ليه هنا اختار هنا gaining لان احيانا to اللي بيكون موجودة في بعض الكلمات بيجي بعدها الفرب plus ing طبعا اعرفها ازاي طبعا الموضوع هنا يطول شرخه لكن انا والله بأسر على قد مقدر لكن ممكن اقول معلومة ضائرة استوعبتها الحمد لله ما استوعبتها شبر الحمد لله نحب ربنا على كل حال فالمعلومة النسائطة كما يكون عندك فعل فعل مثلا زي فعل want او فعل decide اما تيجي تقول مثلا يقرر ان او يريد ان اعرف هنا ان حرف غر منفصلة عن الفعل لانك بتقول want to يريد ان او بتقول decide to يقرر ان يبقى كده to هو حرف غر منفصلة عن الفعل فساعدتها بيجي بعض الفعل في المصدر اوك اما لو to جزء من الفعل يعني ايه جزء من الفعل يعني جزء من expression التابير زي ايه مثلا كده زي ما سيتك مثلا tool هنا object to يعترض على على بعضها look forward to يتطلع الى اوك على بعضها او بتقول in addition to بالاضافة الى هنا lead to معناه يؤدي الى اوك وبالتالي هنا بقى ما يكون to هو حرف غر متعلق بالفعل اللي قبله يعني جزء منه ما ينفعش ينفصل اوك ساعتها بيه بعدها adjourned هذا الفرب plus ing number 15 they left home something fun with other people يبا they left home okay to do something fun لقيم بشيء ممتع مثلا okay يبا left home to do هنا اصلا مفوض هنا to do something fun لقيم بشيء ممتع with other people okay number okay 16 i always any diamond fun with my young children يبا اصلا ممتع استمتع يبا have fun number um uh 17 my friend صديقي has installed يعني ركب او سبت افكس and at his home recently يبا سبت تكيف يبا air okay conditioner air conditioner اللي هو تكيف الهواء اما air conditioning اللي هو اللي هو اللي هو بيسموه نظام تكيف في الهواء اللي هو نظام ذات نفسه بتاع التكيف لكن انت بتكلم على جهاز 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 مكيف اللي هو air conditioner يعني المشكلة في معلومة كتير جدا مشي ومش هيسع على الوقت طبعا نحنا ناخد المعلومات دي كلها number 18 روبارت سهيل بمني كامل بساعدت كثير من الشركات اوكي اوكي في توفير كثير يبسيب اوكي number 20 يجب ان تأخذ كار اوكي او اختيار جيد. طبعا الفرق مبين كلمة choice و option. مالية الانترنت. مالية الانترنت. سرعة مبين choice و option. بص يا ابني باختصار كده. choice و option اللي اتنموا تساويين مع بعض معنهم اختيار او خيار. ولكن الفرق ان option هي مجموعة من الخيارات امامك. اما choice هو اختيارك انت اللي انت بتتخيزه. اوكي. يعني الوقت الدائم هو A, B, C, D. دي كده يتقل عليها options اختيارات قدامه. اوكي. ممكن يتقل عليها choices ايضا اختيارات قدامه. لكن انا بقى هاختر منهم واحد. فاختيار الواحد ده الاختيار اللي انا اخذته. يبقى عندما تأخذ الاختيار تقول choice. لكن عندما يكون عندك خيارات متحة قدامك اقول option بقى اقول choice زيما انت عندك. 21. كل اللي الهولي to me is not true. يبقى حقا او ممكن اقول مثلا is usually is usually true. يعني عادة ما يكون صائبا. 22. 22. you need some help انت في حاجة الى مساعدة with your homework. 23. when i need something concerning my work اما بحتاج حاجة متعلقة بالعمل البتالة. فانا ابحث عنها على الانترنت. يبقى هاي هنا ممكن انت في حاجة الانترنت. 24. you should have not to get through the final exam. يجب ان يكون ممكن. اوكي. 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 ضرجة كويسة. you should have a grade. اوكي. to get through. عشان تنجح. the final exam. في الامتحان الانهري. اوكي طبعا انت عايز تفهمني هنا. اوكي. اللي هو لازم يكون معك ضرجة كويسة تعدي بيها يعني. اوكي. اما grade فهي معنى صف. او معنى هات درجة التي تمنح للاشخاص في الشهال والتأدير يعني. number 25. he was praised. هو اوكي. اثني عليه. for the grade project. على المشوع الرائع الذي قدمه او الذي قام به. طبعا انت حافظ هنا يقوم بمشوع to the project. يبقى for the grade project. ه-he has done. أعسف طبعاً.. هناه نقصة has. أكتبها.. مش عز أضع عوقتك بس مشاير بصرعه. has done. الرقم الضماضي يبه had done. رقعتين. نوع 26. Not my marriage I moved to Alexandria with my husband. يبقى بعد عطول كي الزوء البتائي انتقلت الاسكندرية مع الزوي يبقى بعد بعد يبقى after مفيش after يبقى نخل البديل همين on مساحت طبعا لموز الزوء واتنقلت هوت لتبادر الصفحة اللي بعدها يا الله بينا 27 I am proud of the progress my son has فخور جدا بالتقدم اللي ابني عمله has made طب ليه has made لانك شرط وعيف اللي طبعا يقوم بتقدم او يحقق تقدم make progress 28 After I arrived home بعد مراجعة البيت I found out اكتشفت 29 You should never share your personal information معلومتك الشرصي 30 what would you do اللي كان ممكن تعمله if you couldn't use the internet لو لم تتمكن من استخدام الانترنت ever again أبدا ثانية أكي هتقول لي لم تتمكن من استخدام الانترنت أيوه ever again أكي وإلا يبقى أنت تذكر شي طبعا اللي بتسلم أقول عندك في المذكر 31 using the internet sometimes problems أحيان بتسبب مشاكل يبقى 32 his illness is a direct result هو نتيجة of drinking لشرب الماء 33 33 I have to that what you have said is true يبقى I have to لازم أعترف اللي انت لأت لأت صح يبقى admit أعترف بذلك number 34 Egypt is not a country in the region يبقى هي دبلة رائدة رائدة من تعيز الصفاء يبقى leading country لان leadership معنى القيادة place less يعني ملحش لازمة يعني bleed less يعني دلدولة يعني أوكي يعني ملحش فقية 35 aboluting the air 3 will lead to يؤدي إلى not the world تدمير العالم نشان نعود بأن أكون شوية نتبع lead to destroying the world أوكي نكمل number 1 if water freeze لو الماء بيتجمد هو يتحول إلى ثلج يبقى it turns مش أي مشكلة حالة صفرية present to present مضارع مضارع number 2 steam condenses البخار يتكسف if it لو يتم تبريده حالة صفرية يبقى is cool and is our مع التصفيتات شرحتها الله في الفيديو number 3 you avail water if you mix hydrogen and oxygen يبقى سيتك تحصل على الماء أن دخلت كلا من اوكي الhydrogen والأكسجين يبقى أكيد أنها طبيعي يعني حالة مية يبقى get number 4 he'll catch his strain سيضحق بالقطار if he not very fast لو هو اوكي جرى بسرعة طبعا will catch الموجودة هنا فهمتني أن هي حالة أولا يبقى أنا محتاج هنا مضارع بس مصرف أي around five he wouldn't take a taxi لأن لم يكن ليأخذ التاكسي if someone not for him at the airport أوكي لو شخص أوكي كان منتظره في المطار أوكي وبالتالي would take الموجودة هنا فهمتني الحالة السكتة لأنه محتاج هنا ماضي بسيط يلا waited شاطر number six how not she feel if she read this novel لاحظ هنا this أو she read الموجودة عندك هنا لاحظنا الفعل هنا بعد if أنا أعرف إزاي ما ممكن يكون read لو المضارع أو read لو المالي والله لو كان مكتوب أوكي she أوكي read من الصرفة she read بالشكل ده كده فكده هيبقى مضارع وسعية هيبقى نص الأولى يعني هيكون well مع المصدر أوكي يعني تختار well لكن لأن هي مش من الصرفة هي read بس فسما فيش حاجة في الدنيا اسمها she read إلا لو كان الفعل ده فعله ماضي شاطر كده تمام يبقى إذا طلقت she read لأنه مش مستوفة بإسم مفرد وبالتالي يبقى هنا لدي الحالة second يبقى أنها السالم هنا على طول من غم مفكر would number seven if I not a whole day I would have جميل I would have a he يعني يبقى أنت محتاج هنا ماضي بسيط الشاطاري okay number eight what do if you past past ماضي يبقى أنت محتاج هنا would مع المصدر بس لما تاخد شكل السؤال يعني would وبعد كده you number nine if I were you لابكنت مكانك I would do my best كنت عملت القصوة جهدي this means ده معناه نصيحة يعني يبقى أنصحك أن تقوم بباس القصوة جهدي يبقى I advise you okay to do your best نمش دعا أكمل بات الاختيارة الخاصية تعرفت من أو number ten I buy a fire extinguisher fire extinguisher fire extinguisher يعني التفاية تحوي إن كازل والله لو حصل there's a fire أي نار ده معناه okay in فأنا شايف هنا أولا واحدة من لي أعتقد هي I can see اللي كانت نقصة تعال اقتباحنا بأمين عندنا كده okay فأعتقد أن هي كان لأن المعنى هنا بيقول okay إننا هشتري طفاية حريق in case there is a fire okay في حالة حدوث حريق يعني كده أصبح المعنى I will be okay أو I will buy I'm sorry again I will buy I will buy I will buy a customer okay to be ready عشان أكون جاهز ما هو أنت بكتب لي أنا هشتري طفاية حريق في حالة تحدوث حريق okay يبعدها معناه اللي أنت هتشتري طفاية حريق okay جاهز يحصل حريق لربما يعدوث حريق اللي نبقى جاهز أن يحصل حريق to be ready okay when there is a fire it's my opinion درائي أنا okay طيب لي ما ينفع شي okay أن يكون رقم مثلا okay okay I will buy a fire extinguisher when there is a fire أما يبقى في حريق لأن المعنى دوت هيحصل أو هيساوي لو كان فيه هنا okay if okay يعني لو كان لو كان I will I will buy a fire extinguisher هشتري طفاية حريق if there is a fire لو حصل حريق فدا معناه إن هشتري طفاية حريق ما يحصل حريق لكن هو هيشتري طفاية حريق استعدالا من مجاهز نفسه لربما هي حلو سحري okay number 11 if people don't get enough food لو الناس لم تحصل على ما يكفيه من الطعام طبعا okay سيصابوا بالضعف يبا don't get مضارع بسيط يبا أنت محتاج future will become بكمل وأقلب الصفحة لبعدها number 12 you work harder you will fail والفعل دبعا مضارع يبا إذن لو أنت ما عملتش بجدية هترصب فيه امتحانة كيبا لو لم يبقى unless okay number 13 you not get there in time unless you hurry okay وبالتالي لن تصل إلى هناك في الوقت المناسب أوكي لو لم تصل يبا لن تصل لن تصل يبقى won't طب ليه won't لأن you and Harry انت شايف هنا مضارع بسيط يبقى الناحية تانية ولو المظ بسيط 14 if metals are cool لو الحديد بيتم تبريده لحالة صفريه they contract فهو يتمدد حالة صفرية مضارع بسيطة ومضارع بسيطة 15 if one watches the sky لو الواحد فضل بقي رائع بسامة كذا on clear night في ليلة صفرية they not stars and plants فيمكنه أن يرى يبقى can see they can see من they will see الحالة لها الفرست الأولى لأن هنا في مضارع بسيطة number 16 she won't open the door unless she not to it is هي لن تفتح الباب لو لم تعرف من هو على الباب يبقى لو لم تعرف يبقى unless she knows news طب ليه news المعنى تعرف هي تقول لي طب ما في new وفي هاد new نقول لك بس هنا في want to open يعني ده معنى will open يعني الحالة كان الحالة الأولى يبقى انت عايز مضارعة بسيط بعضا unless 17 I would swim if I not fish كنت هسبح لو أنا كنت سمكة تخيل طبعا إبقى if I was أو if I wear اللي ما would wear 18 I'd have been yeah would have been يعني إذا نبيل الحالة السردة الثالثة كنت هكوم مبسط منك if you not the homework لو كنت عملت الواجب بالحالة الثالثة يعني هادو التصفيتات has gone ok number 19 not water is boiled لو الماء بيغلي أو بيتم غلي it turns into water vapor يوم مفود F ما فيش F لنأخذ بديل لوهوين number 20 I would rather start كنت بفضل والله لنأبدأ للوقتي if I not to finish in time لو أوكي مبطر لنا أوكي أخلص في الوقت المناسبة if I have to ما فيش تفكير طبعا 21 if this trip cost ما تشمعني لو راح ديها تكلف كثير من المال أوكي I not doing it نفس الفكرة يعني cost من الأفعال اللي هي تصفيت زي بعض cost 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 زي اللي فات read read والله لو كنت مصرافة s cost كنت عرفة اللي هي مضرعة كنت اختار هنا well اللي هي want يعني لكن طبعا لان هنا cost مش مصرافة باسم مفرد بعد المفرد اللي هو trip يبقى ده ماضي وماذا ماضي يبقى هستخدم هنا يا جماعة wouldn't okay 22 it's important to take your medicine if you feel okay number 23 we had better train hard we had better يعني يفضل لحنا train hard نتمر بجدية if we not to win the match لو حبينا نفوز بالماتش يبقى if we want okay هاد الموجودة هنا مش اللي هي ماضية والحاجة had better ده expression تعبير بيسوى بمتشود النصيحة عالي يبقى للحال ولو يقى بعدها مضوعه بسيطا 24 if you had to leave now لو انت مضطر تمشي الوقتي i know at you i left انا هديك توصيله طبعا هاد هاد تو الموجودة عندك هنا okay يعني if you had to leave لو انت كنت مضطر انت غادر الان كنت سأعطيك تخيل طبعا وبعدين هاد تو الماضي يبقى would give يبقى would give حلو كلام يا بلاد اتنقى لي الصفحة البعضة اوكي 25 don't drink tea او عتشرب شي if you not sleep early لو انت عايس نهم بالو يبقى انت في شيء حاجة خلص 26 if she would like to come with us لو هي تودى ان تأتي معنا she not permission from her parent يبقى هي محتاج ان يتاخد تصويح من اهلها يبقى she will need to لا ما تتخلعش من نبي would like الموجودة قدامك هنا يعني she wants she wants to come she would like to come يعني لو تجمع مضارع اوكي لو تتخلع فيه وتظن ان هو مثلا ماضي فتختاره هنا would need اعبوك 27 if we had a swimming pool لو احنا عندن حمام سباح في البيت طبعا شايف هاد انت سياد تكنه يعني منتظر الوقتي would مع مصدره اوكي I not in it everyday كنت سبحت فيها كل يوم يبقى would swim 28 if you not busy ask him to call later لو انت هكون مجغول يبقى هتكون مضارعات لان فينا امر في النص الثاني يعني الحالة ايه مشتقة من الحالة الفرس الاولى مضارع بسيط مع امر 29 I not you if you are studying for your next exam اوكي انا مش هزوعك لو انت بتذكر لامتحاناتك الجاية يبقى لن ازوعك لن افعل ذلك مستقبله يبقى won't visit لاحظ لها بحاول معك بقائة المعنى عشان سيادتك تنتبه ان المعنى اهم بكتب من القواعد 30 if reem not the school trip she would have a happy day يبقى لو to reem اوكي انضمت الى او ذهبت الى رحيث المدرسة هتقضيه بحل يبقى في من المعنى يبقى مثبتة انضمت would have الحالة الساكن يبقى انه محتاج مالي بسيط لو joined 31 he felt tired يبقى لو هو بشعر بتاع he would go to bed early كان هيوح ينام بالوي would go يبقى الحالة كام الحالة اللي هي الساكن الثانية طيب انا عايز اقول لو هو اوكي شعر بتاع كان هيوح ينام بالوي يبقى هنا نقول لو شعر يبقى if he felt tired he would go to bed early حالة كلم okay number 32 they won't come to the party هما مش شايقوا الحفلة لو لم تعزمهم يبقى unless من ريف تفكير number 63 if i not enough money for the project لو لم كانش معايا مال يكفي للمشور i wouldn't have to pour from the bank ما كنتش اسف من البنك لا لو كان معايا ما يكفي من المشور ما كنتش اسف من البنك يبقى لو كان معايا يبقى لا مثبته ولان هنا would have يعني would والمصدر يبقى كلا انا محتاج هنا الا انا استخدم الحالة السكند الثانية اللي ماضي بسيط يبقى هد بس يشرب okay 34 what would happen اللي كان ممكن يحصل if the volcano erupted ما تقولش ليه حالة علمية لان انت عندك هنا would have يعني حالة خيالية number 35 if i had come first this year لو انا جيت في الترتيب الاول هذا العام i would have got a reward كنت هيتم مكافأتي this means يبقى لا معناه ان i did not come first اني مجيتش في الترتيب الاول لاني بندن بقول لو كنت بقى اوكي جيت في الترتيب الاول كنت خدت مكافأة يبقى الحقيقة ان انا مجيتش في الترتيب الاول اوكي اثناء اللي جزء البعض اوكي 36 if i came first this year i would get a reward اوكي لو get اوكي في الترتيب الاول هذا العام كنت سأحصل على مكافأة يبقى دا اوكي فهنا اوكي if i came first this year لو جيت في المركز الاول هذا العام i would get a reward كنت سأحصل على مكافأة يبقى دا معناه انت بتتخيل حاجة اوكي هي مش موجودة في الحاضر وان بتتخيل حاجة مش موجودة في الحاضر يبقى اذا الكلام دا where محتمل ان يحدث في الحاضر يبقى it is not likely that i come first يعني من غير المحتمل في الحاضر انا اأتي في المركز الاول اوكي 37 if she has finished لو هي خلصت الريبرس اللي هي التعريب بتاعتها ممكن اللي هي تسيب المكتب وتمشي بش she can leave لان زما انت شايف كده has finished موجودة هنا زي كلمة finish is مضارعة بسيط 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 المضارعتين بسيط المضارعة وانشحتها بما يكفي في الفيديو هات بتاعتي 38 if i not tired i would have to take a rest لو انا شعرت بي التعب كنت سا اكون مضطر الى ان ارتاح would have to اللي مقبودة عندك هنا يبقى هنا الحالة الكامل الحالة السكند التانية يبقى انت محتاج هنا الى الماضي وبالتالي felt number 39 let's go for a walk يالله نروح نتمشى مع بعض okay if you not to stay at وملا مش عايز تتعوت للبيت يبقى don't want لا تريد انت نمكث في المنزل والله ينفسي مع تشيء في البيت يالله رضبنا عني ربنا يكون فعولنا كلنا يا أولاد can you lend me some money ممكن تسلفني بعض المال if you لو معك ما يكفي يبقى if you have مش اي مشكل okay can lend يبقى الحالة الاولى number 41 if i come first this year لو جيت في المركز الاول او الترتيب الاول هذا العام i will get a reward هاخد مكافأة ان شاء الله يبقى لو جيت ان شاء الله يبقى دا محتمل انه يحصل في المستقبل i will probably come first خليك متفائل نتنقل لي page الصفحة اللي بعدها اوكي وهندخلنا كده اوكي في جزئة skills عشان الفيديو ما بقاش طويل اكتر من كده فانهقف لغاية هنا واكمل في الجزء الثاني يبقى عندي اذنك طبعا اوكي سيئتك طبعا لان اعدد قليل من الناس هما اللي بدأوا او هما اللي لسه بيبعتوا لي اوكي الاسي فانا عايز اعرف كم عدد من الناس الغد بالوقتي او هذه اللازة بيشوف الفيديوهات وبيتابع معي فلأول مرة من الصراح ما ده يطلب منك بعد ما تخلص مشاهدة الفيديو اوكي لو صناحت دوس لايك او حتى دوس دوس لايك اما حاجة اعرف كم واحد لسه موجود معي عشان اتشجع احل الخمس امتحانات اللي عندك اوكي ان شاء الله اوكي بعد كده قبل امتحانك اوكي اللي هو هيكون الاسبر جاي اوكي فلو سمحت دوس لايك او دوس لايك اعرفني كم واحد متابعني عشان اعرف هل في جدوة منها بعمله او لا شكرا